السلام عليكم ورحمة الله. أتي مراجعة على الوحدة الأولى والتانية من المنهج قول عددي. عملها كتاب جايانس. جايانس يعني العمالقة. عملها مجموعة العمالقة. نبدأ بالسؤال الأولاني. complete the following dialogue. اكمل ال dialogue. لميس and luji are talking about the summer holiday. لميس how was your summer holiday? كيف كانت اجازتك الصيفية? احنا كان لولد واخدين كلمة holiday يعني فكش. هاو يعني كيف was يعني كانت your summer holiday? كيف كانت الاجازة الصيفية? اهلا يا ميس. اهلا يا ميس. هقول انها كانت رائعة. هقولها ازاي انها كانت رائعة. الاجازة دي اللي هي it. هجيبه الفعل المساعدة اللي فوق اهو. was it was. رائعة يعني great. it was great. وبعدين. سألت سؤال. قالت لها I visited my grandparents in the village. I visited يعني انا زرت my grandparents in the village. يبقى السؤال ماذا فعلتي? ماذا يعني what? ادور على الفعل المساعد. احنا ندور على الفعل المساعد ازاي? باجي بعد I. ادور على هنا في حاجة. في am. في is. في or. في was. في where. في كلمة كان. في كلمة شد. ما فيش اي حال. تبقى بص للفعل. الفعل في اخره ايه? الفعل في اخره ايه دي. بالفعل المساعدة دي بقى what did? what? واجيب السؤال من اول تاني. what did I? تتحول you. بقى what did you? what did you? ايه? what did you? ايه? visited? لا. what did you? what did you do? ماذا فعلتي? وحطت الفعل من غير ايه اضافات عشان بعد do? ودد. ودد الفعل ماذا فعلتي? what did you do? قلت له انا ظهرت اكتادي في القرية. بعد كده who did you go with? روحتي مع مين? who يعني من? مع من ذهبتي? طبعا did دي ما بتظهرش غير في السؤال. لما اجا جاوب هجيب الفعل الماضي بس من جو. يبقى انا كده هشيل دد وهجيب الفعل الماضي من جو. انا ظهرت يبقى I went with my parents. I went with my parents. انا ظهرت مع والدين. did you enjoy it? هل استمتعت بالاجازة? yes? I did. السؤال بيبدأ ب did? yes or no? بعمل مقص. yes? yes or no? وبعدين بعمل مقص. البدل did you? تبقى عمل مقص كده يتبقى I did. yes I did. the village is so peaceful. القرية هادية جدا. great. maybe we can go to the next week. احتمال ان احنا نروح مع بعض. آآ الصيف الجاي. ماشي? هتقول له ايه? sure. متأكيد. او it's a good idea. انها فكرة جايبة. it's a good idea. نروح على السؤال التاني. محادثة برضو. نركز اوه في المحادثات. اشرف عند احمد are talking about a picnic they had last week. يعني اشرف واحمد بيتكلموا عن رحلة عملوها الاسبوع اللي فات. هاي محمد. اشرف بيبدأ بدو. يبقى اقول yes او no. وبعمل مقص كده. يبقى yes. ويبتتحول لاي على طول. yes I do. yes I do. وبعدين سأل سؤال. قال له I liked the sandwiches you brought. انا عجبني او السندويتشات اللي انت جدها. يبقى ماذا اعجبك في الرحلة? ماذا هي يعني وقت? نطلع الفعل المساعد. الفعل المساعد المفروض فين? المفروض بعد اي. مفيش فعل المساعد ولايكد في اخرها اي دي. بقى what that? I تتحول لي. وبعدين هقول what did you liked? لا. رجع لايك لأصلها. what did you like? عجبك ايه? what did you like? قال له عجبني اتفن دويتشات اللي انت جدها. did you enjoy the park? هل استمتعت بالحديقة? السؤال بيبدأ بدت يعني هل? بقى هقول yes واعمل برضو مقص. يبقى yes بدل you تبقى I yes I did. yes وعمل المقص بدل you I yes I did. وبعدين سأل سؤال تاني قال له yes I enjoyed the games all of it. انا استمتعت بالالعاب كتير. يبقى السؤال بهل? هل استمتعت بالالعاب? هل دي اي فعل مساعد بيجي بعده I هنا يبقى معناه هل? طب مفيش فعل مساعد. يبقى الفعل في اخره هنا AD. يبقى AD ده هي تجيبها في الاول. هنا اشل هل استمتعت بالالعاب? هل استمتعت بالالعاب? بص بص لما جينا جاوب جاوبناها قلت يس وشلت دد ويو قلتها اي وشلت دد بس حطيت مدالها ال اي دي هنا يس اي انجويت زا كامس وتباويت بلانينج اناظر بيكنيك ايه رأيك ان احنا ننظم رحلة تانية هنقوله طبعا فكرة جيدة اي دي هناك اي دي هناك اي دي هناك اي دي هناك يوناصر يوسف يقولي دو يولي لايك فوتوغرافي هل بتحب بتحب التصوير يقول لنقصة اللي هنا دي احولها الاي وعمل مقص كده ييس اي دو ييس اي دو ييس اي دو وبعدين هيسأله سواء تاني بيقوله ايوز اكاميرا فور تيكينج فوتوز انا بستخدم كاميرا عشان التقط صور يبقى هيقوله كيف تلتقط الصور او مازل تستخدم للتقاط الصور مازل يعني فوتوز في الفعل المساعد في الجملة الفعل المساعد احنا قلنا المفروض يبقى بعد اي دي يقول ان الفعل المساعد يبقى هنا بعد اي طب ما فيش هنا فعل المساعد طب بص كده على كلمة يوز انا غير اضافات يبقى الفعل المساعد على عطول دو يبقى وات دو يو يوز اكاميرا دي الاجابة مش هكتبها تستخدم ايه فور تيكينج فوتوز يبقى وات وبعد انا حط دو عشان ما فيش فعل المساعد وات دو اي تتحول نيو وات دو يو يوز فور تيكينج فوتوز وات دو يو يوز فور تيكينج فوتوز تستخدم اي تبقى وات دو 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 اي تبقى و اشتركوا في القناة 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 السائحين اشتركوا في القناة 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 رقم 13 يعني انا عملت بوسترات علشان اطلب من الشباب ان هما يلطحكوا بالفريق يعني ايام المنشور يعني ميك بوستر. هذه الاجهزة كانت ايه؟ اي بليت فوتبول انا لعبت كور القدم افريدي عند هات فن وستمسعت بوقتي بقى كانت جريت رائع. المترب قال لعمر مطرب من هو يلطحك بالفريق يبقى هو كان ايه؟ تلينتد تلينتد يعني موهوط. ار اندر جراوند تانلز يعني انفوق تحت الارض اندرومز فور بريينجزادد 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 يعني دفن الموتى هي كاتاقامس. صاروديك الموتى. كان حاجة ممتعة ان انا اكون مدرس بدلا من ان انا اكون طول. يعني هي جيدة الى حد ما في الكتابة. الى حد ما اللي هي قوية باخر هاي. انما قوية الاولانية دي معناها هادئة. يعني هي هادئة جيدة الى حد ما في الكتابة. نمبر نينتين. يجب ان تستخدم بسورد قوية تبقى اامنا اونلاين حتى تبقى اامنا اونلاين. يعني حوائط المبنى مصنوعة من الطوب السميك. يعني حوائط يعني مغدس. is bring الربيع is the best هو افضل فصل. يعني فصل من فصل السنة يعني season. is bring يعني ربيع is the best season او زير. هو احسن فصل من فصل السنة. is bring is the best season او زير. number twenty two. true lastest forever. يعني الصداقة الحقيقية تستمر للأبد. الصداقة الحقيقية يعني صداقة يعني friendship. the group provides a for the discussion of ideas. يعني الgroup provides يعني عملت forum يعني ممصة علشان يناقشوا الافكار بتاعتهم. the group provides اللي أعطتنا a forum يعني ممصة for discussion لمنقشة الافكار. radio is an important means in many countries. يعني radio is an important communication means. communication means معناها وسيلة للتواصل in many countries. في كثير من الدول. radio is an important communication means. twenty five. please write your name. لو سمحت اكتب اسمك. address وعنوانك. and date of. وتاريخ ميلادك. and date of birth. please give me all the. لو سمحت تديني كل التفاصيل. all the details. your father was a well known writer. بابوها كان كاتب مشهور. well known يعني مشهور. ممكن تبقى popular. ممكن تبقى ايه كمان. ممكن تبقى famous. we go most weekends in winter. في الشتاء بنعمل ايه في الويك اند؟ we go skiing. sking يعني التزلج على الجليد. a person has a lot of friends. عنده اصدقاء كتير. انه نوع من انواع البشر اللي عنده اصدقاء كتير. an honest. honest. صدق. an honest person. has a lot of friends. number 30. the and the groom. يعني العروسة والعريس. يعني العروسة يعني bride. the bride and the groom. made a handsome couple. شكلهم. handsome couple يعني زوج روء. 50 were invited. were invited يعني تم دعوتهم. يعني خمسين ديف تم دعوتهم. يعني ايه ديف يعني justice. 50 justice. number 32. they took a nice photograph of him. يعني المصور التقت له صورة رائعة. the photographer. shall we up at the same time tomorrow. ممكن نتقابل في نفس الوقت بكرة. يعني ايه تقابل يعني. i left there alone. انا وعدت هناك لوحدة. before i. قبل ما تزوج. يعني جيت مرض. والماضي منها جوت مرض. دا الرنجس. يعني الحلق. where a from my aunt. where a gift. كان هداية من عمتي. will you come to my birthday. 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 ممكن تجي حفلة عيد ميلادي. all our computers. كل الكمبيوتر بتاعتنا are blocked into. are blocked into the main network. متوصلة بنفس الشبكة. the little boy has. الولد الصغير. has curly hair. شعار curly. 39. we visit our uncle the farm. the week ends. قبل week ends. بيجي. on the week ends. on the week ends. يعني في عطلة نهاية الإسلام. زقار هذه العربية. be longest to. be longest to. يعني تخص. me. be longest to. مي يعني ملكي. نادية جوت. in touch with. in touch with. all the family. يعني نادية بتتواصل مع. كل عائلتها. on social media. على social media. in touch with. والضم. رائع. ايمسو. براود. كلمة براود مهم قوي. يعني ايه براود؟ يعني فخور. انا فخور جدا بيك. ايمسو. صلاح. ميني جولز. احرز كثير من الاهداف. يعني ايه يحرز. يعني سكور. مالين سكور سكور. هنا جودة. اذا جريت. تيبل تينيس ستار. هنا جودة. نجمة. تيبل تينيس رائعة. بص على الجرامة. راما في دت. راما في دت. بقي يجي بعديها. ان. في ناتب. بقي دت. ديو. اي لبدي. ان قصيوت. انا عايشت بقصيوت. اللي بيجي باخر الجملة. وقابليها مدة محددة. كلمة اجو. اي لبدي ان قصيوت. اي لبدي ان قصيوت. اي لبدي ان قصيوت. ميستر رامضان. اولويس. اولويس دي بيجي بعديها فعلا من غير اضافات. او فعلا في اخره اس. بس لو الجملة في الماضي. بقى الفعلا في اخره اي دي اهو. وين هي ووز ان ساودي اريبيا. لما كان في المملكة العباية السعودية. يعني الجملة ماضي. بقى الفعلا في اخره اي دي. دايما كان بتروف بالاوتوبيسي. بقى عمرها ما كانت بتمشي شي. في هنا كلمة لاص. يبقى الفعلا في الماضي. اي بقى الفعلا في الماضي. كيف لاص. اي اخطر حاجة في الماضي. كيف كانت اجازتك الماضي. وصطدي ما اخترت الشوير. علشان اللي داي مفرد. مصطدي اي اخد وز مشوير. number seven they go to the beach it was windy yesterday جو كان ايه كان windy يبقى هم ما مرحوش how did you do something to help you كم مرة بتعمل حاجة عشان تساعد المجتمع بتاعك الاجابة always يعني دايما يبقى بنسأل how often i كلمة وجوالي بتيجي الاول يعني دي غلق لا ينفع عشان تساعد نغصي بقى في كلمة lost أي جوالي لازم ان يجي بعديها او always لازم ان يجي بعديها فعلي في الماضي طيب دي مش هينفع جوالي get دي في المضارع مش هينفع جوالي good دي صح always get مش هينفع احنا عزين حاجة في الماضي i always my family in the last summer vacation يعني قدت دايما بتاعت اترتي في الاجابة الصيفية الماضية lost دي في الماضي طيب هنختار الماضي لأهل بنت the teachers disk is clean يعني الدسك بتاع المدرس دي بقى apostrophe s بتاعت الملكية the teachers disk the teachers disks are clean يبقى يعني الدسكات المدرسين المدرسين اللي هم هتبقى teachers عشان هي يا جمع خطي لها apostrophe بس يعني كيف فرق لما انا اقول teachers disk teachers disk كده teacher ده واحد بس disk ده كده اسمها the teachers disk ده كده الدسك بتاع المدرس teachers طب انا عندي المدرسين يعني teachers احط لها عايز احط لها الاس بتاعت الملكية اعمل لها ازاي احط الابسترف بس مش هحط اس تاني يبقى ده teachers disk ده هي بتاعت المدرسين هي كدتشارز اصلا وحطت لها ابسترف بس مش هين فحط لها اس تاني this is this is my car i bought it lost week ده العربية بتاعتي my بتاع ملكي هاوز كيف كانت اجازتك your بس this is my friend ده صديقي اسمه هو هو يبقى his name where does does ده يبقى انا عايزة بعديها ضمير فاعل مفرد where does she live you lend me your pencil please ده انا بطلب منه طلب will you ماشي will you lend me your pencil انشال دي بس تقدمها لليك تروح will you او can you لما جات له الطلب will you lend me your pencil please you do me a favor ممكن تعمل لي معروف can you do me a favor لبقى لما جات له الطلب هستخدم يا اما will ya اما can زائد المصدر can you ممكن تفتح الشباكة دي كان احنا عمالين نقول بيجيب عديهم المصدر can you open the window what you do last summer عملت اس في الفاتر what did you do i started helping my country three years ago طبعا my dad made twist made في الماضي وعند هنا عند حرفات في اللي قبليها ماضي بعدها ماضي and i helped him he always جملة في الماضي he always وقدقشين الاسة وحطي ايدي where did you go yesterday طبعا did علشان yesterday بقى الفعل مساعد did did you go to school by بس كيفة تذهب الى المدرسة يبقى كيفة كيفة يعني ايه يعني هاو مش وين وين يعني متى هاو يعني كيفة طبعا مساعدة وصلت المواصلات يبقى كيفة يبقى هاا did you go to school في هنا did بقى بعديها الفعل من غير اضافات why did you go بس مش وين why did you go when did برضو هنا فيه that يبقى الفعل بدون اضافات when did you join اشير الاس in twenty اثري سنة 2003 مش دي سنة ماضية يبقى اجيب الفعل في الماضي we both بقى ماضي من بلد يبني build i didn't go to school yesterday في هنا yesterday يبقى بدل don't didn't كلمة didn't بيجي بعديها فعلة من غير حاجة they didn't watch he lived in Cairo three years يعني هو عاش في الكاهرة منذ ثلاث سنوات اللي بيجي بآخر الجملة وقبلها مدة هي كلمة ago he lived in Cairo three years ago رقم عشرة i my old friend last week في هنا كلمة last يبقى هاجيب الماضي من يتمت he lent هو سلكني انا he lent me خلفني انا he lent me his band where did did بيجي بعديها فاعل ليش ضمير ملكية where did you go مش sure go your di لازم نقول your bin your house انما انت يعني you where did you go my friend اللي عايز اقول صديقي انا يبقى عايز اضمير ملكية my friend can you احنا قلنا can you will you دي ما نستخدمها لما اطلب من حدا حاجة وبيجي بعديها فعلا من غير اضافات يعني اشيري ال i n j وحطي ايه can you close the door people fly الناس ما بتقدرش بسيري i can't fly sorry i am busy i can't help انا مش هقدر اسعدها انا عايزة ضمير مفعول i can't help here i am busy i can't help here الفانتير بشير بشير دي ضمير فعل بتيجي قبل الفعل انما بعد الفعل ضمير مفعول live in the country زي اللي هم he live in the country all كل الحياة بتاعته انا عايزة هنا ضمير ملكية باش حاجة اسمها he life ما انتبقى ايه all his life he live in the country all his life والحنا قلنا والوكام بيجي بعديها infinitive اشيل ing يمكن تغفر الكمبيوتر اللي هو سبب والوكام بستخدمها لما يجي اعمل طلب لما اطلب حاجة من بحض there are 35 students in our class yesterday يستر دي يعني امس يبقى اجيب الموادي من verb to be الموادي من verb to be ياما ووز ياما وير هي جملة مفرد ولا جملة الجملة جملة يبقى زير زير وير كان يوجد وير اللي هي w e r e اللي هي الماضي من r r يكونوا وير يعني كانوا كان يوجد انشاء ilsa the reader of the group that would be good over the summer يعني ilsa كانت قائدة المجموعة اللي كبرت good bigger take good في الماضي ما هي كانت احنا قلنا كانت دي يعني ايه يا اما ووز يا اما وي طب ilsa مفرد يبقى وز وز what did في هنا كلمة did بقى بعديها الفعل من غير اضافات what did you learn كم مرة يعني how often كم مرة يعني how often ماشي h o w how often يعني كم مرة i في هنا في الاخر كلمة last ويبقى اجيب الماضي من هلب الماضي من هلب الماضي من هلب هلب i didn't يجيب عاديها الفعل مغير اي اضافات i didn't want i read always لا ده باعمل عكس i always والماضي من read هي read i always read i often go مفروض افن يجيب عاديها go اصلا بس لو كلمة في الماضي اجيب الماضي من جو went هنا كلمة في الماضي needed i often went how often did احنا قلنا ده بيجي بعديها انفنت بفعل مغير اضافات how often يعني كم مرة did you go i sometimes بتيجي الاول وبعد ال went i sometimes went write soon and tell me about it وكتبني بسرعة واخبرني عن اسرتك your family hana is my cousin mom is my aunt مامتها مامت هانا قولت ذات دي غير غير العاكر اما الماما بتاعتها هي ملكها يبقى هير مام مامتها is my aunt مامتها تكون عن متي ذا brights dress احنا قلنا brights ده مفرد يبقى حتى apostrof s مش s apostrof لو كانت فساتين العرايس قلت s apostrof انما بحسان العرايسة brights apostrof s we can send you انا ببعتلك a photo of me صورة لي ات ماي جراند ما واحدة بس يبقى بصرف اس مش قصة بصرف في عيد ملاج جداتي كان يو ممكن تساعدني كان يو كان بيجي بعدها بفعل مغير اضافات يبقى اسك ده والد احمد خلاص جملة خلصة على كده اسمه الاسم بتاعه هو انا عايز ضمير ملكية بيجي بعدها ضمير مفعول الفعل بيجي بعدها ضمير مفعول ضمير مفعول من زي زم احنا بنساعده هو ضمير مفعول ضمير مفعول بتاعه هم we are helping him with his homework is this a photo هل دي صورة للزفاف بتاعك of your wedding ضمير ملكية your wedding this is my brother ده اخويا يحيان شعره الشعر بتاعه يبقى ضمير ملكية he is here this is our cat دي القطة بتاعتنا اسمها يبقى its name جملة الترتيب دي مهمة جدا عشان الازهر اول جملة كيف كانت الازتك الماضية how was your last holiday ثاني جملة i always always walk to school انا كنت دايما بمشي الى المدرسة جملة التالتة can you help me with my project can you help me with my project هل ممكن انت تساعدني في المشروع بتاعي ضملى الرابعة will you pay for the groceries please will you will you يعني هل ممكن you انت بي يعني تدفع for the groceries يعني سعر the groceries يعني البقالة please لو سمحت will you pay for the groceries please تمام ده كده مراكب عصريح هكده على الرحضة الاولى والتاني سمعت